السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التدريب الأول كالعادة سنقرأ التدريب وفي العادة أنتم تقرؤون التدريب ولست أنا ألفظوا الكلمات الآتية منتبها إلى المقاطع الملونة في هذا التدريب سنفرق بين حركة الفتحة وبين المد الألف فمثلا الفتحة صوتها دائما أ بينما مد الألف صوته فيه مد فهناك يصبح فرق بين الكلمة من عليها فتحة ومن هي ممدودة بالألف بالشكل والمعنى والصوت فمثلا انظر إلى الكلمتان الأولى الكلمتان التي أمامك جلس 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 انظر هنا جلس أي بمعنى الشخص جلس أما جلس هو من يجلس مع الآخرين هو من يجلس مع الآخرين وانظر هذا المعنى اختلف ثانيا الشكل اختلف هنا حرف الجيم يوجد عليه فتحة أما هنا فهو ممدود بالألف أيضا الصوت يختلف جا أما هنا جالس انظر إلى المثال الثاني مزحة مازحة 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 أيضا الفرق بين حرف الميم هنا عليه فتحة وهنا حرف الميم مع مد الألف مازحة أيضا الفرق بالمعنى وبالشكل وبالصوت أيضا هنا كلمة لاعب 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 المد بالألف هنا حرف اللام أما هنا فعليه حركة الفتحة الآن الآن نصر الثاني أقرأ الجملة الآتية بطريقة معبرة ونحن اعتدنا أيضا يتاني على قراءة الدرس والجملة بطريقة معبرة فمثلا هنا كانت مريم تشعر بالخوف فطمأنها والدها وقال لها لا تخافي هذا صوت البواخر التي تحمل البضائع وتنقل الركاب لا تخافي هذا صوت البواخر التي تحمل البضائع وتنقل الركاب أعد هذه الجملة بطريقة معبرة السؤال الثالث أقرأ الجملة الآتية إلى اللام الشمسية واللام القمرية وكلنا يعلم يا ثاني أن اللام القمرية واللام الشمسية كلاهما همزة وصل إذن اللام القمرية واللام الشمسية عند القراءة يوصلان بالكلمات فأقول مثلا نزلت الأسرة إلى الشاطئ نزلت الأسرة إلى الشاطئ اللام القمرية هي التي تكتب وتلفظ أما اللام الشمسية فهي تكتب ولا تلفظ ودائما اللام الشمسية واللام القمرية تبدأ في بداية الجملة تكون في بداية الجملة ونسميها أيضا بأل التعريف وهمزة وصل انتبه عند القراءة سأقول هنا نزلت الأسرة إلى الشاطئ نزلت الأسرة إلى الشاطئ الآن سأبدأ هنا بتوضيح من هي اللام الشمسية ومن هي اللام القمرية كلمة الأسرة هنا هي اللام القمرية سأرسم قمرا جميلا أما كلمة الشاطئ هنا فهي اللام شمسية وسأحاول أن أرسم لكم شمسا شكلها يبدو غريبا نوعا ما ولكنها تبدو شمس المهم في كل الحالات يجب الإنتباه عند الوصل في القراءة السؤال الرابع نبدأ بسؤال الرابع الآن أصل الكلمة في العامود الأول بما يناسبها أو بمعناها في العامود الثاني إذن هنا سأختار الكلمة والمعنى الكلمة والمعنى نبدأ عليل بمعنى ماذا؟ هل هي كائن بحري؟ هل معنى عليل سفن كبيرة؟ منعش سيارات عليل بمعنى منعش وأيضا قلنا أنها كلمة منعش تعني لطيف المرجان ماذا أقصد بكلمة المرجان؟ المرجان هو كائن بحري البواخر وقمنا بعمله في الصفحة السابقة نعم الآن سأبدأ بالانتباه هنا جيدا السؤال الخامس أختار ضد الكلمات مما بين القوس الكلمة والضد الكلمات هي صعيدة صعيدة كبيرا ضيق منخفضا مرتفع لا ننسى يا تاني أنك ستقوم بحل هذه التمارين صعيدة كبيرا ضيق منخفضا ومرتفع عاليا ما ضد كلمة عاليا ضد كلمة عاليا هي كلمة منخفض واسع ما ضد كلمة واسع ضد كلمة واسع ضيق صغيرا ما ضد كلمة صغيرا كبيرا نزلت ما ضد كلمة نزلت صعيدة لاحظ كلمات لم أعطيها لك مثل كلمة صعيدة ونزلت لأنها موجودة في التدريبات السؤال السادس أحلل الكلمات إلى مقاطع نحن نحن تعودنا ثاني أن عند التحليل وعند التركيب ننتبه إلى لف الكلمة ننتبه إلى المدود مد الألف ومد الوا ومد اليا ننتبه إلى الحرف المتحرك والحرف الساكن واللي سمناهم دائما بالمقطع لازم ننتبه لهم حتى نحلل هذه الكلمات إلى مقاطع وحتى نركب أجل المقاطع إلى كلمات أحلل الكلمات إلى مقاطع ننتبه إلى المقاطع 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 إلى الم مر حرف متحرك ووراءه حرف ساكن أيضاً مقطع جامد بالألف وهذا أيضاً مقطع نو المر جا نو أيضاً هنا سنركب من المقاطع كلمات وتكتبها سنبدأ انتبه جيداً أمامك مقطع تن ذو رو اتبع الأسهم ثاني اتبع الأسهم تن ذو رو تن قو لو تحملو تح ري سو تحملو تح ريس تن ذور تن كول رائع تاني الآن سننتقل إلى الصفحة التي تليها لها الان 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 سأختار من الحروف كلمة مرجان من الحروف كلمة مرجان لأكون كلمات جديدة سنكون كلمات جديدة بشرط ألا نخرج عن أحرف كلمة مرجان ن وإر وإج وآ وإن فقط هاي الأحرف حسب المطلوب نراه في السماء ليلا والذي نراه في السماء ليلا سأترك لكم حل هذا التدريب عكس استيقظة انتبه فقط ستستعمل الأحرف الموجودة في كلمة مرجان منطقة سياحية في الأردن فكر جيدا عكس حلو مع عكس كلمة حلو الآن سأكتفي عند هذا التدريب الحصة القادمة سنبدأ بالتدريب التاسع والعاشر ونكمل التدريبات الأخرى ألقاكم على خير إن شاء الله